يعني انا من قبل ما بقى رئيس قسم كان دايما بيستفزني بشكل في غيرة انه احنا ثلاث اقسام في الكلية ففي قسم صحافة طبعا عنده صحيفة بالزبط كده عنده الصحيفة بتاعته صوت الجامعة نكحة جدا ومعروفة قسم الازعاء والتلفزيون عندهم استوديوهات متينة جدا حتى انه استوديو بتاع رحمة الله عليها اللي باسمها دكتورة جينا رجي يضاهي اي استوديو موجود في الكلية الا انه قسمنا كان زي ما يكون يتيم فكان فاضل ضلعت تارث لكلية الاعلام احنا تخصصنا الدقيقة قسم ده من قسم اللي يدخلوه طالب من غري اختبارات بزعب تولا حضرتك يمسين بتعرف انه وقفت ضد الموضوع ده اللي عايزيوهش عندنا بيمرد اه طبعا احنا متخصصين في التسويق فكان فاضل ضد الثالث اللي هو وكالة 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 بقى لها عدة ركائز طبعا احنا قادرين باساتيزة العظام اللي على فكرة في الثلاث اقسام لانه دي وكالة الاعلام احنا بنشرف عليها كقسم علاقات العام والاعلام لكن جميع الاساتيزة طبعا كبالهم اسهام اكيد اكيد طبعا والهيئة المعاونة شباب الباحثين والطلاب طلاب الهم انا بالنسبة لي بقى لي كذا سنة بكتشفهم الحقيقة فاحنا بنعمل حملات تسويقية في مجال السياسة في مجال الاجتماع في المجال التجاري بنعمل بحوث رأي عام على اسص علمية لما حضرتك تحب تعرف حاجة بدل ما يبيبك كلام زي بيقول كلام جرائد لا احنا بنقول لك الحقيقة عندنا قسم للتدريب ده يتعرض مع مركز الرأي العام لا ولا يبص حضرتك احنا وحدة ذاتة طبعا خاص انا لو جبت تدريب خلاص بقى التدريب بتاع القائمين على مركز الرأي العام يجيب يعني المفروض لان احنا كده دخلنا زي ما حضرتك قلت احنا بنتواصل مع العالم الخارجي ما احناش بقفولين عن نفسنا جوه اتار كله وجامع صحيح وعندنا كمان بنقدر نعمل حملات واسعة حملات العلاقات العامة والتدريب عندنا جميع انواع التدريب في مجالنا مجال الاعلام فاتخال حضرتك كل البوتانشل ده البوتانشل الانساني اللي عندنا المعلومات المكتبة احنا مش بدئين من الصفر احنا عندنا مكتبة زاخرة بالكلام اللي انا بقوله اي شغل جديد حيؤسس على ما قبله احنا شغلنا اساسه تنزيل ثم بعد ذلك قادرين واثبتنا ده ان احنا نتواصل مع السوق فاحنا الحقيقة الامر ان احنا بنقول نحن نختلف تماما عن اي وكالة موجودة في السوق احنا لا نبغي بسيئة بتكلم الوقت عن وكالة احترافية تنافس الوكالات الموجودة لا اعايز اقول لا 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 يستطيعون التنافس معانا لان ما فيش وكالة عندها هذا الكم الهائل من الشباب عندها هذا الكم من المعلومات والتأسيس العلمي ولا نبغي بدرجة اولى الربحة طبعا احنا عايزين نكسب عشان حتى نصرف على شغاله دي مشكلة كبيرة جدا احنا مش يعني عندنا دقيقة مالية كبيرة جدا في المشاريع اللي احنا مقبلين عليها